شركة تيودا بين صناعات آلات الخياطة إلى صناعة السيارات أسست شركة تيودا في عام 1937 على يد كيشيرو تيودا لكنها بدأت قبل ذلك بكثير في مجالات مختلفة تماما والد كيشيرو لهو سكاشي تيودا كان مبتكرا في صناعة الآلات النسيجية حيث أسست شركة تيودا لصناعة النسيج الآلي في أوائل القرن العشرين هذه الشركة ركزت على تصنيع آلات الخياطة والمنسوجات وحققت نجاحات كبيرة جدا ومع مرور الوقت رأى كيشيرو إمكانية النمو في صناعة السيارات مما دفعه إلى تحويل تركيز العائلة إلى تصنيع السيارات هكذا ولدت تيوتا موتور كوربوريشن والتي بدأت بإنتاج السيارات الصغيرة وسرعان ما أصبحت لاعبا رئيسا في السوق العالمي واليوم تعد تيوتا واحدة من أهم الشركات في العالم ليس فقط بفضل ريادتها في صناعة السيارات بل أيضا لتأثيرها الكبير في تطور تكنولوجيا السيارات الهجينة والكهربائية أيضا بفضل اتزامها بالجودة والابتكار والاستدامة